على مدى عدة سنوات كان الزوجان في خلاف مع بعضهما يتخلل ذلك صفاء لعدة أسابيع ثم تتعكر الأمور بينهما مرة أخرى رغم أن الزوجة ميسور الحال من الناحية المادية وكذلك الزوجة وقد حملت الزوجة وسقط جنينها ثلاث مرات وهذا من أسباب غضبهما وعدم تحملهما لبعض وفي يوم كان الزوج مهموما فاستقل سيارته وخرج من البيت لا يعرف إلى أين سيذهب ثم أدار تسجيل سيارته على أغاني وموسيقى وهو في طريقه استوقفه شاب بسيط يريد الوصول لسكنه فتوقف الزوج للشاب وأشار له بالركوب بجانبه وحتى يسمعه أوقف الأغاني مؤقتا جلس الشاب حزينا فسأله الزوج عن سبب حزنه فقال له كنت أعمل طباخا في أحد المطاعم هنا فباع الكفيل المطعم لشخص آخر ونقلت كفالة إليه وكان كفيل الأول على خلق ودين يتق الله في كل تصرفاته ودائما صوت القرآن يعنو في المطعم ولكن الكفيل الجديد أحزنني لأنه جعل صوت الغناء يرتفع في أنحاء المطعم وهذا يؤلمني كثيرا كما أنه يقدم مع الطعام مشروبات تصل لدرجة التحريم فحاولت جاهدا الرجوع إلى كفيل الأول فلم أستطع عندها سألت كفيل الجديد كم يريد مني لنقل كفالة لكفيل آخر فطلب خمسة آلاف دينار وهذا المبلغ هو كل ما أملكه من عملي لمدة طويلة وقد جمعته لإحضار زوجتي إلى هنا وأنا الآن في ضيق شديد وأمر عصيب فزوجتي تعيش في بيت أهلها وتتصل دائما تسأل متى أحضرها ولا أعرف ماذا أفعل تأثر الزوج كثيرا من كلام هذا الشاب وشعر بصدقه في كل كلمة قال في نفسه هذا الشاب الفقير يضحي بعمله ومرتبه الذي هو في أمس الحاجة إليه حتى لا يغضب الله عز وجل وأنا الذي أنعم الله علي بالمال أبارز الله بالمعاصي أو سماع الأغاني وشرب الدخان بالتأكيد هذا هو سبب الضيق الذي أعيشه أنا وزوجتي ثم ألقى بشرائط الأغاني من السيارة وقبل أن ينزل الشاب من السيارة بعد أن وصل للمكان الذي يريده طلب منه الزوج رقم هاتفه وقال له سأتصل بك الليلة عاد الزوج إلى بيته مبتسما وأقبل على زوجته في سعادة وقال لها من اليوم لا تدخين ولا أغاني ولا أفلام سنعيش مع آيات القرآن الكريم وكل ما يرضي الله عز وجل سنصوم ونصلي ونقوم الليل معا إن شاء الله فرحت الزوجة بكلام زوجها الذي تمنت سماعه منذ سنوات ثم سألت عن سبب هذا التغيير فحكى لها قصة الطباخ الشاب وبعد سماع الزوجة للقصة بكت وقالت زوجها سأعطيه أنا المبلغ ليحضر به زوجته ولا أريد منه شيئا سوى الدعاء فقال الزوج وأنا سأعطيه إيجار السكن الجديد لمدة عام كامل ثم اتصل الزوج بالشاب وطلب لقاءه بعد ساعة وعندما التقى به أعطاه خمسة آلاف دينار ليحضر بها زوجته وأخبره بأنه سيتكفل بسكنه الجديد لمدة عام كامل فأخذ الشاب يبكي من الفرحة ولم ينم تلك الليلة بل قام الليلة وظل يدعو للمرأة وزوجها وبفضل من الله تعالى حملت الزوجة منذ ذلك الشهر وثابت حملها وزال الهم وظهرت علامات الانشراح بينهم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فتاة مسلمة عفت والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها فرزقها الله بتدبيره وقدرته بزوج مسلم وعندما حانت ساعة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها واجتمع على المائدة وفجأة سمع الاثنان صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة قامت الزوجة وبقفت خلف الباب وقالت من بالباب؟ فأجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام عادت الزوجة إلى زوجها وقالت له سائل يريد بعض الطعام فغضب الزوج وقال أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى؟ خرج الزوج إلى الرجل وضربه ضربا مبرحا ثم طرده شر طرده ثم خرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد من ذلك الذي قضع عليه متعة الجلوس مع زوجته وفجأة أصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة وتلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع فقال الزوج لزوجته اذهب وافتح الباب قامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سألت من بالباب؟ فرد من خلف الباب قائلا سائل يريد بعض الطعام فرجعت إلى زوجها وأخبرته بما يريد السائل فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك؟ لماذا تبكين؟ ماذا حدث؟ هل أخطأ السائل في حقك؟ فأجابته والدموع تفيض من عينها لا ولكن هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده ثم عاد إلي متهجما ضائق الصدر ثم أظنه جن أو أصابه مس من الشياطين فخرج هائما لا يدري أين يذهب ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس فانفجر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك؟ فقال لها أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك؟ إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سيدة فاضلة حاصلة على شهادة متوسطة كانت تعمل موظفة وبعد زواجها بأعوام أصر زوجها التاجر على تركها لعملها فوافقت واكتفت برعاية ابنيها هادي وعمره الثلاثة عشر وأحمد وعمره عشرة أعوام وبعد عامين سقط الزوج مريضا بعدما خسرت تجارته خسارة كبيرة ثم توفي من أثر الصدمة فتحملت الزوجة المسؤولية قامت الزوجة بشراء مجموعة كبيرة من البط من مختلف الأصناف لتقوم بتربيتها داخل بيتها وقبل صلاة الفجر كانت تستيقظ وتظل تدعو الله ثم تصلي الفجر وتضع البط في قفص وتذهب به إلى السوق وتجلس لتبيعه كان ابنها الأكبر هادي يخجل من عمل أمه وكثيرا ما دعا بعدم استيقاظ أمه كي لا تذهب إلى السوق لأن أصحابه كانوا يعيرونه بعمل أمه ولكنه ولحبه الشديد لأمه لم يطلب منها ترك هذا العمل وإنما سألها لماذا ترفض أخذ نقود ممن يقرضها أو يتصدق عليها فابتسمت وذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وحديثه أيضا لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وفي أحد الأيام وأثناء خروج الأم بعد صلاة الفجر وهي تحمل قفص البط فوق رأسها سقطت على الأرض فنادت على هادي ليأخذ بيدها فجاءها وأخذ بيدها وشاهدها وقد التوت قدمها فظل يبكي لأنه ظن أن أمه سقطت بسبب دعائه ورغم ألم قدمها حملت القفص على رأسها بعد أن ربطت قدمها بقطعة قماش وذهبت إلى السوق وهي تعرج وفي أحد الأيام مرض البط ثم مات فظلت الأم تبكي بشدة بينما كان هادي سعيدا لأن أمه لن تذهب للسوق بالبط وتسأل بدهشة لماذا تبكي أمي وبعد يومين عرف هادي لماذا بكت أمه عند موت البط فعندما طلب منها دفاتر جديدة أو ملابس أو حتى طعاما لم يجد معها نقود لقد شعر بعد موت البط بالعجز الذي وارته أمه عليه وظلت تشعره بالأمان وهي سعيدة مهما عانت لقد علم أنه لم يكن من يتحمل كلام الناس بل هي التي تحملت انتقاد الجميع فرغم أنها كانت موظفة ثم عاشت في رخاء مع أبيه لسنوات إلا أنها لم تخجل من بيعها للبط لأنها أرادت أن يعيش وشقيقه في سعادة لذلك نهض هادي واحتضن أمه واعتذر لها وهو يبكي ثم ودون أن يخبرها ذهب إلى التاجر الذي تشتري أمه البط منه وأخبره بما حدث للبط وبحزن وتعى بأمه وطلب منه أن يعطيه مجموعة من البط وسيدفع له ثمنها بعد بيعها فوافق التاجر وأعطاه ما يريد ودون أن تشعر أمه وضع البط داخل القفص وبعد صلاته للفجر حمل القفص على رأسه وذهب به إلى السوق وجلس ليبيعه وكأنه تاجر كبير وبعد أن باع كل ما معه ذهب واشترى طعاما وفاكهة وحلوى لأمه وأخيه وعندما علمت الأم بما قام به فريحت كثيرا وعندما شكرته وعدها بأنه سيقوم بتربية البط وبيعه في السوق معها في العطلة وسيقوم بإراحتها والإنفاق عليها بعد تخرجه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شكرا